بعد الانتهاء من قضاء بعض المستلزمات المنزلية أغلق باب المنزل احتراما للحجر الصحي الشامل وتوقيا من العدوى بفيروس كورونا إجراءات وقائية ضرورية قبل الدخول للبيت الحجر الصحي بالنسبة لهذه العائلة فرصة للالتزام والتأمر والتركيز أكثر في بعض الأمور مركز أكثر خاطر الوقت يخليني فبتا بش نكون على راحتي في داري كل حاجة مثلا حاجة تفسد ولا كده نلقى الوقت بش نصلحها بنتي مثلا قلت لعت بروحك مزلت تقرى فليسي نكملوا البرنامج متاعنا نكملوه اللي ماكملش البرنامج متاعنا نكملوه في المواد الكل الحجر الصحي هو مناسبة أيضا للإبداع والخوض في مواضيع جديدة وهو أيضا مناسبة لتعلم الصبر والانضباط وفق محدثنا من بعد عندي الوقت بتبيعه بش نرسم عندي الركز أكثر نبدع أكثر هذا الكل يخلي خطر قعد في الدار وهذاك الكل شو ما هي فما حاشتين الإنسان يتعلموا في حياته أنا يمكن عندي منقبل هما الصبر والانضباط هما اللي لازمين في حالة حرب أحنا تقول إن تسمعوا معناها ضد عدو اللي هو ما ترووش دور مهم تلعبه أيضا ربات البيوت في هذه الفترة بين تأمين مسلزمات العائلة والإصغاء أكثر الأبناء ديق الوقت الآية ربما بش نتحدث معها في مواضيع بنتي بش نتحدث معها في مواضيع اللي ربما قد تناسيتو أو تجاهلتو تجاهلتو عنها لذيق الوقت الانضباط واحترام القوانين والالتزام بها عناصر مهمة للخروج من هذه الأزمة الأطباء وجهوا النصيحة لهم يخافوا عليه الأمن إذا قالوا له ابعد على البقعة وارجع على دارك رهم يخافوا عليه كيف كيف الدولة الكل بالرئيس بالوزارة بالأصحاب الاختصاص الكلهم يخافوا وإذا خفنا على بعضنا تقوينا محاربة فيروس كورونا مسؤولية الجميع كل من موقعه من أجل هدف واحد الصحة للجميع الدولة الكلام